هذا وقد أكد سعادة الزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على البدء في تنفيذ ما يتعلق بزيادة تسهيل جراءات المستثمرين السعوديين من خلال فتح مكتب وفريق مختص لهذا الغرض في الوزارة لتوفير الخدمات اللازمة واستكمال لجراءات المتعلقة بموارسات الأنشطة التجارية يأتي ذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة المباحثات الرسمية في الرياض أمس بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ضمن جملة ما تم بحثه حول سبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وفي إطار تطوير التسهيلات أيضا سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على البدء في السماح المستثمرين في البلدين لاستثمار المباشر في أسواق المال بالبلدين من خلال حسابهم الاستثماري في بلدهم عن طريق الوسطاء المحليين وكذلك السماح بالإدراج المزدوج للشركات المساهمة في أسواق المال وأشار الوزير إلى أهمية هذه الخطوات وأثرها على تدعيم أسس البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين بما يسهم في خدمة خطط التنمية والتطوير الشاملة منوها بأن حرص قيادة البلدين وأصحاب السمو على مواصلة آليات وطل التعاون بشكل نوعي سينعاكس بصورة ملموسة على بلوغ مستويات أعلى من التنسيق يعود أثرها على البلدين وشعبهم والشقيقين